انطلقت اليوم بمقر الدائرة الرابعة أعمال الدورة العادية لميزانية البلدية وذلك بحضور العمد هارون رماد وأعضاء المجلس البلدي حيث يدرس أعضاء المجلس الميزانية لاعتمادها في اختتام الدورة تفاصيل أوفى مع الزميل هارون أبا أدم اعتماد ميزانية بلدية الدائرة الرابعة فقد اجتمع عضاء المجلس البلدي بالدائرة في هذه الدورة العادية وبهذه المناسبة قال عمدة بلدية الدائرة الرابعة هارون رامات أن ميزانية دورة العام 2016 شهدت انخفاضا من حيث أرقام الإيرادات وارتفاعا في النفقات والمصرفات كما أن مكاتب الضرائب والإيرادات لم تسجل النسبة المتوقعة للعائدات المالية وذلك بسبب التغيرات الطارئة والمفاجئة التي ضربت الخزينة العامة للدولة إزاء الانكماش الاقتصادي العالمي البلدية المتوقعة في السنة نقص زمان عند مليار واحد وستمائة وخمسة مليون تلتمائة وتزئين واحد أربعين وثانين ريال في السنة نقص زمان وثانين 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 مليون تكفلنا لحد النقود نخدمه في أوترنا مليار واحد افتتح عمال الدورة رسميا المندوب الإداري للحكومة لدى بلدية الدائرة الرابعة الجيد أبد الرحمن الذي دعا عضاء المجلس البلدي إلى المساهمة بمقترحات هادفة من أجل توفير قدر كاف من الخدمات الحيوية لصالح المواطنين ورسم السياسة العامة للبلدية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ المشروعات الإنمائية في كل المجالات بالدائرة الرابعة